صحة وسعادة ونحن في خدمة هذا الوطن المعطاء بنروح لأشغالنا ونداوم ونقدم ونبدل المزيد ونطلع بالأفكار لخدمة وطننا المعطاء الإمارات ونحن اليوم نتواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحة بتبايب بتتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 10 و7 دقايق تقريبا إلى جريبة الساعة 11 ونطلع ونناقش فيه كافة المواضيع الصحية التي تهمكم ويكون فيه أكثر من فقرة طبعا تعبطوا على فقراتنا أو شيء عندنا خبر أو دراسة حديثة طلعت بعدها يكون عندنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وفقرة التغذية فقرة ثابتة عندنا كل يوم نناقش فيه مختلف المواضيع الصحية من ناحية التغذوية التي تهمكم وآخر فقرة اليوم عندنا بيكون عن مرض الصدفية للأسباب والوقاية والعلاج فإذا حد حاب يخمع المواضيع أدعى مرض الصدفية عند حد في العائلة عندها المرض يتابعنا اليوم إن شاء الله في صحة وسعادة طرشونة أسئلتكم ملاحظاتكم على 600551414 وعلى الرسائل النصية على 4006 اليوم معاي في الإخراج والقواسة ومعاي في التنسيق ميرا لغفلي وطبعا شكرا لفريق التنسيق الإعداد والتنسيق الإعداد في هيئة الصحة في دبي اللي يجهزون فقرات صحة وسعادة كل يوم دائما نقول موسهل تحضير يوميا لبرنامج يومي في ضيوف في فقرات في دراسات ياخذ كثير من الجهد خلف الكواليس هم الجنود المجهولين اللي أنتم ما تعرفونهم فشكرا لفريق الإعداد في هيئة الصحة نروح الحين نتكلم عن أول فقرة ببرنامجنا هو الخبر أو الدراسة الدراسة تقول مشروب ذهبي يخفض نسبة السكر في الدم لأشهر وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية أن هناك مشروب ذهبي يمكن أن يخفض متوسط مستويات السكر في الدم على مدار أشهر طبعا يعتبر مرض السكر النوع الثاني حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتحكم فيها وينتج ارتفاع مستويات السكر في الدم عن ضعف إنتاج الإنسولين وفي حال غياب الإنسولين مستويات السكر في الدم تميل الارتفاع والحسن الحظ طبعا هناك وسائل بديلة لتنظيم نسبة السكر في الدم أولا وأخيرا طبعا هو العلاج المنصوف لكم من قبل الطبيب أيا كانت الوصفات أو الأغذية التي تعطى لكم لتساهم في التحكم في نسبة السكر في الدم العلاج الأول والأخير هو الذي يكتب لك يا الطبيب ما نوقف أي علاج يوصف لنا يا الطبيب يعني عشان بنقول نجرب الطريقة الثاني نوقف علاجك يجب أن تجرب أي شيء يكون تماشيا مع العلاج اللي يوصف لك يا الطبيب لأن ارتفاع السكر في الدم خطر جدا ودام حين نخاف منه خصوصا في النوم فما توقفون أدوياتكم سواء كنتو حبوب أو إنسولين أو إبرة أو أي أين كان ما نوقفها المهم الحيش هو الشراب الذهبي هذا اللي يتحكم مستوي السكر في الدم لمدة أشهر اللي هو خل التفاح يمكن أن يكون له تأثير قوي على مستوية السكر بالدم هذه الدراسة طرع من مايو كرينك تشرح مايو كرينك النظام الغذائي لمرض السكر هو خطة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات والدمون العناصر الأساسية هي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أو في الواقع فالنظام الغذائي لمرض السكري هو أفضل خطة غذائية لمعظم الناس هذا دائما نقوله التزام بنمط حياة صحي بمعنى ناكل نبا لكن ضمن كميات محددة ضمن أوقات محددة ما نحرم عمرها من شيء هذه أفضل خطة علاجية خلي التفاح أحيان ويد ناس بتقول آه بس انت تقول لا تشربون خلي التفاح مو بزين خلي التفاح لا يا جماعة خلي التفاح أخذها لا ويد من فوائد ومنها التحكم وتسوي السكر بدنا صدقون قبل فترة كترايح القرية حدناك مدحني في وحدة من القرى قالي خلي التفاح زين حق السكري؟ أنا ما صدكتها حي صدكتها وما تقريت الدراسة بس لازم ما ناخده على بطن خالي هو هذا الصر في خلي التفاح ليش إحنا دائما نقول لا تشربون خلي التفاح لأنه للأسف للأسف في مواقع التواصل كيف يروجون حق خلي التفاح طبعا مواقع التواصل تتروج لخلي التفاح لنزل الوزن بس شو يقول لك الشرب يكوب مدينوسكوب مدري كم على الريج أول ما تنشين الصبح وهذا أكبر خطأ ممكن تسوينا يعني إحليها المعدة طول الليل مرتاحة ونايمة فجأة وعينا على خل تفاح يعني وخلي التفاح جدا القوتو ماتنا حار على المعدة هو خل يعني مادة حمضية فأنتي تسببين قرحة في المعدة قد تسببين قرحة في المعدة والأمعاء تحتاج علاج طويل فأنتي ليش تسببين حق نفسك مشاكل بعدم الالتزام بالطريقة الصحيحة خلي التفاح تاخذينا بعد الأكل بعد الريجوب ممكن ناخذ خلي التفاح والكمية تكون جدا بسيطة توقع ربع كوب تخفينا ربع كوب ماي ما تاخذينا مركز أو أعتقد ملعقة وحدة فقط من خل التفاح لكن اللي نشوف في وسائل التواصل نصف كوب وكوب ومركز جدا خطر على المعدة يا جماعة فما ننسى أقوى هالأشياء ورد أقول هذا الدرس تبين أن خل التفاح يساعد في التحكم شوفوا هم المصطلحات يساعد في التحكم ما قال يغني عن الأدوية وعن اتباع الخطة العلاجية اللي يكتم لك يا طبيب لكن اتباع الأشياء الجانبية الرياضة نموط الغذاء الصحي مثلا شوي من خل التفاح تقليل السكريات في الأكل قد تساعد مريض السكر أن يتحكم بالسكر بشكل أفضل لفترة أطول بالتالي ما يضطر ياخذ أكثر من دول السكر إذا ما أخذ حبوب ما يضطر ياخذ إنسولين إذا أخذ إنسولين ما يضطر ما يضطر يزيد الجرعات وهكذا يعني يتماشون يعني يقول جنبا إلى جنب للتحكم من معدل السكر في الدم من الدراسة هذه رح نروح إلى فقرة السوشيل ميديا معنا طبعا أسما الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة فئة الصحة بالبي صباحة شو ورد يا أسما أسما صباحة خير حكرا الله بالنور سرور دكتورة عليكم على كل مسؤولين يذاعة نور الضبي حياة الله يا أسما شو هو جديد السوشيل ميديا بعد هذا الويكند الجميل لينا أخذ من أهم الأسفال كلنا حاطينها وأهم شيء أن هاكاتون مستقبل الصحة واللي بغيره كم من يوم يبندون باب التزديق أو باب تقديم الأفكار والمقترحات كنا حاطين مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي كانت توصلنا خلال الفترة الماضية لما أطلقنا الهاكاتون مع إجاباتها من بعض الأشياء اللي كنا حاطينها ما هي اللغة المطلوبة لتقديم فكرتي يمكن تقديمها سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية هل يجب التزام بموضوع واحد أو ممكن أشارك في أكثر من الموضوع لأنه ثاف مجالات في الهاكاتون ممكن هم يشاركون فيها ممكن تقديم أكثر من فكرة بحيث يتم تقديم كل فكرة بشكل مستقل ماذا سيتم الإعلان عن الفائزين سيتم الإعلان تاريخ 28 فبراير هذا نظام الأسئلة اللي كانت توصلنا هل يمكن تكون من شاركة فكرة أو لازم يكون منتج نهائي يمكن قبول أي فكرة مبتكرة تستوي في المعايير طبعا الأشياء يقول شو هي المعايير للتقديم المعايير هو إذا يكون مثلا الفكرة متفردة نستوي تفرد في الفكرة نستوي متاهمة الفكرة في تغيير نمط العمل الارضباط والتكامل التام مع استراتيجية هيئة الصحابة وتوجهات حكومة الإمارات قابلية الفكرة للتنفيذ وأثر الفكرة على الفئة المستهدفة المواضيع اللي يتكلم فيها الهاكاتون هي الصحة النسية والصحة الرقمية والصحة الوقائية تقريبا هالأشياء اللي الخاصة بالهاكاتون وطبعا نحن ما ننسى أن نحن عمنا يوميا رسالة صباحية للمتعاملين ونكون هي صباح الأثنين يذكر رسالتنا لليوم خصص أول 15 دقيقة من صباح يوم الأثنين بمراجعة الخطة التي قمت بإعدادها يوم الجمع الماضي كلما كنت منظما أكثر كلما كان ضغط العمل عليك أقل خلال الأسبوع نتمنى لكم أسبوع عمل صحي وسعيد تقريبا هاي كانت الرسائل اللي عنا أو الرسائل الرئيسية وقنوات التواصل الاجتماعي وفعلا نتمنى أنهم يضمن أوقات عملهم دكتورة عشان يكون أسبوعهم مفعم بالإنجاز والحيوية شكرا لتيا أسما الجراحي مداخلتك معنا اليوم عن جديد السوشيال ميديا والرسالة الإيجابية التي تعطينا إياها ومعلومات عن الوكاثون الحكاثون شكرا لتيا إذا حابين عفون معلومات أكثر عن المواضيع وهذا وين يرون وين يحسون المعلومات؟ في كل قنوات التواصل الاجتماعي تقريبا آخر نشرك أننا حاطينا هي الأسئلة والأجوبة الخاصة بهكاثون السقبل الصحة وطريقة التسجيل وتقديم الطلب أيضا موجود ممتاز شكرا لتيا أسما نهارج سعيد نعم شكرا طبعا أنا أنصحكم تدخلون على حسابات هيئة الصحة بالبيت في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفون موضوع الهكاثون كيف يمكن تقدمون شو المواضيع المطروحة جميل جدا نحن نساهم فمثل هذه الأشياء الإيجابية الجميلة اللي تخلي شوي هناك تفاعل مستمر بين القطاع الصحي ومختلف شرائح المجتمع رح نروح إن شاء الله نفاصل بعد الفاصل أذكركم بيكون عندنا فقرة التغذية اليوم بتكون عن حمض اليوريك والتغذية حمض اليوريك اللي هو يسبب ارتفاعه يسبب مرض النقرص اللي عارفه بمرض داء الملوك لما يكون فيه التهاب في أصابع معينة من القدم بسبب ارتفاع حمض اليوريك فرح نتناقش موضوع حمض اليوريك والتغذية بعد الفاصل فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة التواصل على 600 551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما كنا نقول قبل الفاصل أن فقرتنا اليوم عن حمض اليوريك حمض اليوريك هو أحد الأحماض الرئيسية والأساسية في أجسامنا وهذا الحمض مثل مثل الأحماض الأخرى المؤثر في صحتنا مثل الأحماض الأخرى تؤثر في صحتنا وذلك وفقا للنسبة أو معدل تواجدها في الجسم معنا إذا زاد أو نقص يأثر على جسمنا بالسلب أو بالإيجاب وحتى نتعرف إلى طبيعة حمض اليوريك وكيف يأثر في أجسامنا وأكثر هناك أسئلة كثيرة حول حمض اليوريك يسعدني يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة علي دخان اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة صباح الورد أستاذة علي صباح النور والسرور شكبار الدكتورة الحمد لله بخير حيات الله في صحة وسعادة لا يحييت نبتدي عن حمض اليوريك نعرف المستمعين ما هو حمض اليوريك وشو دورة في الجسم طبعا حمض اليوريك أو اليوريك أسد هي مادة كيميائية تنتج يوم الجسم يبدأ يكسر مادة تسمى البيورين البيورين هي مادة موجودة في الغذاء فجسم يوم يهضمها ويكسرها مثل الفضلات أو الناتج اللي يظهر من هضم الجسم للبيورين تنتج عنها حمض اليوريك فحمض اليوريك أسد هذا بالتالي ينزل في الدم ومن خلال الدم ينزل الكلة والكلة تصف فيه من الجسم ويطلع من الجسم وانتم كرامه بشكل مع البول فهي تعتبر من الفضلات أو الويست الميتابوليك خويست لما الجسم يهضم العناصر الغذائية يطلع منها مواد الجسم الزي يخلص منها ما يحتاجها ممتاز شو الدور المهمة يلعب حمض اليوريك لما يكون في المستويات الطبيعية من غير زيادة أو نقصان طبعا حين نعرف الزيادة ممكن تسبب عندنا تكون الحصار في الكلة وممكن يكون مؤشر أيضا مثلاً قصور الوظائف الكلة لأنه ما يصرف اليوريك أسد أو الحمض اليوريك بشكل مناسب فبالتالي صار عندنا التراكم في النسب في الدم فمن الضروري أن يكون في مراجعة للفحوصات هذه مع الأطباء وممكن واحد يحدد الأسباب في أسباب مختلفة لارتفاع الحمض اليوريك لتناول الغذاء اللي هو عالي بالبيورين هو سبب واحد من الأسباب لكن في أسباب مختلفة يعني يمكن يكون عامل وراثي السمنة أيضاً من العوامل اللي يمكن ما ننتبه عليها دايماً بعد من الأشياء اللي يزيد العرضة لارتفاع حمض اليوريك ممكن بعد شرب الكحول مرض ارتفاع ضغط الدم يكون مصاحب لها أحياناً ارتفاع اليوريك أسد فداماً ننتبه على نسبة اليوريك أسد في التحالي ويكون في مراجعة إذا في أعراض طبعاً يفضل بعد مراجعتها معنا طباء ممتاز شو علاقة الغذاء بارتفاع حمض اليوريك شو الأغذية الغنيبة حمض اليوريك الناس المفوطة تبتعد عنها وشو الأغذية ممكن نقول تنظم حمض اليوريك في الجسم أوكي هو بما أن الغذاء هو مصدر من المصادر الارتفاع الحمض اليوريك فطريقة التعامل أو النظام الغذاء اللي بيكون مناسب حق الأشخاص اللي عندهم هذا التحليل العالي نحاول نعطيهم النظام يكون قليل بالبيورين اللي هي المادة الغذائية اللي بعدين تتكون منها اليوريك أسد يكون النظام الغذائي عالي بالبيتامين سي بشكل عام يعني يكون تنظيم الوزن نقلنا من أسباب ممكن زيادة الخطورة اللي هي سمنة فنحاول يكون نظام الغذائي بعد قليل بالسعرات الحرارية وقليل بالدهون ومشبعة فيساعد في تنزيل الوزن ويكون فيه تركيز كبير على زيادة شرب الماء مثل ما ذكرت قبل شوي لأنه مادة تنزل وانتي بكرامة مع البول فبالتالي بيستهلكنا كميات كافية من الماء منعنا الجفاف المواد هذه بعد تنزل تتخلط منها الجسم بشكل طبيعي فالطريقة الخطة العلاجية بتكون بهذا الشكل إذا تتكلم عن بتتفصيل عن الأكلات أو المجموعات اللي هي عالية جدا بالبيورين بتكون بالأخص اللي هي اللحوم الحمرة وأعضاء اللحوم بالذات مثل الجبدة، المخ، القلض أعضاء اللحوم تكون فيها تركيز أعلى بالبيورين بعدنا الأسماك بعض الأسماك مثل السردين، الكذيار، الربيان اللي هي مأكلات البحرية القشرية يكون فيها نسبة مرتفعة بالبيورين فنحاول في الفترة الأولى إذا كان الشخص عنده تحليل عالي أن يتجنبها ويعيد الفحص وممكن بعدها ناخذها كوجبات متفرقة مثلا بالأسبوع مرة أو بالأسبوعين نحاول أن نقلل الاستهلاك ونردها تدريجيا بعد ننتبه أن مرق اللحم يكون بعد في نسبة البيورين يعني في ناس ممكن تقول بنخفف اللحم والشبدة والأمور هاي بس عادي نستخدم مرق اللحم فنقول لهم لا لأن المواد هاي كلها تنزل مع المرق فنحرص أنه بعد أنه تتقلل الاستهلاك في بعض الأكلات تعتبر متوسطة ومنخصبة المتوسطة ممكن نستهلكها بس بشكل غير يومي يعني بين يوم ويوم مثل اللحوم الثاني يعني اللحم البقري العادي مش الأعضاء الدجاج البقوليات الأسماك بأنواعها تعتبر متوسطة السبانخ والفطر القرنبيط الزهرة بعد تعتبر من الخضار اللي فيها نسب يعني متوسطة من الفيورين فنقلل شوي تدريجيا الاستهلاك أما بالنسبة للأطعمة اللي هي منخفضة بالفيورين تعتبر باقي الخضار اللي ما انذكرت مثل الخضار الوراقية الخيار الصلاطات حيث لا تعتبر قليلة استهلاكها اليوم يعتبر عادي الألبان قليلة الدسم البيض المكسرات في دائما يعني الأشخاص أو المرضى اللي يشكون في المكسرات إنه ممكن ترفع الأملاح أو اليورك أسد فلا تعتبر المكسرات أو زبدة المكسرات يعني منخفضة الفواكه تعتبر منخفضة باليورك أسد بس نخص بالذكر الفواكه اللي هي مثل الكراز والتوت والبريز الكرامبري مجموعة التوتيات هذه فيها فوائد أكثر يعني وتساعد على تخفيض الحمض اليوريك فننصح أن التركيز عليها من ضمن الفواكه ممتاز إذن أستاذ علي دائما ننصح الناس لما يتم تشخيصهم بأي مرض كان الناس لأسف دائما تحطوا بالأيدي أنا عندي سكري أو ضغط لازم نشوف خصائي التغذية لكن حتى مع ارتفاع حمض اليورك والإصابة بالنقرس أو غيرها يجب المريض أنه يتابع مع خصائي التغذية لأنه مثل ما ذكرت هناك عدد كبير من الأغذية التي قد ترفع حمض اليورك وفي نفس الوقت في عدد كثير من الأغذية ممكن تساعد المريض أن يتحكم في معدل حمض اليورك أسد في الدم صحيح فعشان تي هذه الرسالة للجميع أن في حال تشخيصكم بأي مرض أو حتى قبل التشخيص إذا شفتوا مع الفحوصات المستمرة هناك بدايات لأي مرض تابعوا مع أخصائي التغذية أخصائي التغذية يعطيكم نظام غذائي يساعدكم أنه تتحكمون بالمرض البداية قبل قبل يتحوي إلى مرض يحتاج إلى علاج بالأدوية شوية نمط حياة صحي خصوصاً نوعية الأكل نحن نأكلها تتحكم جداً بمخرجات أي مرض أو لتحول أي عرض إلى مرض يحتاج إلى علاج بالأدوية أنا شاكر لك أستاذ علي دخان اختصاصية التغذية السريرية في صحة بدبي وجودك معنا اليوم الحديث عن حمض اليورك والتغذية شكراً لك نهارك سعيد طبعاً هذه رسالة دائماً نحن نتكررها في صحة والسعادة أنه مثل ما ذكرت حق الأسادة العالية أنه إحنا عندنا المفهوم أنه حتى مرض الضغط بالعالي ترميسي عن خصائي التغذية كله يقولون ما نحتاج بس مرض السكر المنتظمين يقولك لا لازم أتشوف خصائي التغذية عشان نتحكم بالسكر المالي بس الضغط الكوليسترول النقرس ما يشوفون خصائي التغذية يقولك أنا ما أحتاج لأن أنا أكلي زين أنا أمشي لكن نحن ننسى أنه إحنا الكميات الأكل بعد مو بس الكميات نوعية الطعام اللي نتناولها قد أولاً تساعدنا في التحكم في مستوى أي أن كان الكوليسترول يورك أسد ارتفاع ونخفض ضغط الدم يساعدنا في التحكم فيه رقم واحد رقم اثنين قد يكون نوعية الغذاء أيضاً تتعارض أو تؤثر على أداء الأدوية لنأخذها أو تحسن أداء الأدوية لنأخذها فدائماً دائماً أنا دائماً أقولها الجملة الشخص في زمننا هذا يحتاج طبيب أسره ومحامي وخصائي تغذية هذا دائماً أنا أقوله لأن هذا الزمان يحتاجه خصائي تغذية لأنه ما شاء الله كمية وتنوع الأطعم الموجودة الله يديم الخير ما شاء الله النعمة من كثر الأكل الموجود أحياناً أحياناً وغير شي طبعاً وسائل التواصل الاجتماعي لما تروج لنوعية معينة من الأكل مثل ما قلنا في البداية نخلي التفاح أنه زين واخذوا على المعدة خالية وفلاناً ما دي نزلت 15 كيلو فالتاناً ما دي شو كم لا وحدة ثانية انتظم كوليستروم لما يخلي التفاح شو الأخص أنا ما أدري لكن ترويج أنواع معينة من الأكل لأخذها بطريقة خاطئة تؤثر على صحتنا يعني فوق ما نتخيل عشان تشي أقول فهذا الزمن نحتاج إلى وجود أخصائي تغذية وأنا نصيحتي دائماً أنه اعتمدوا أخصائي تغذية تتابعون معاه دائماً ليش؟ لأنه ترى أول زيارة الأخصائي التغذية رح تكون رح يسألكم كل الأسئلة عن نمط أكلكم في اليوم يعني شو تأكلون شو ما تأكلون ترى قد نتخيل نحن يعني شو مناكل نتريق نتغدى نتعشى لكن قد يكون نمط حياتنا يجعل أخصائي التغذية يكتبلتش طريقة أو تقسيم حصص يختلف عن زميلتش مثلاً أنا مثلاً نظام حياتي دائماً أطوي في الغداء دائماً ما أكون وجوده في وقت الغداء أنا عندي الريوق وعندي الوجبة تكون العصر يعني تكون بين الغداء والعشاء فأنا أحتاج نظام غذائي مختلف عن الشخص لا والله اللي يكون في البيت حساسة الغداء أو الشخص اللي بالعادة ما يلحق يتريق الصبح ويكون جداً خفيف للمستايل ودائماً طالع أو الشخص اللي عنده مناوبات في الليل فبالتالي يمكن يأكل أكثر من وجبة خلال الليل كلنا لنا نمط حياة مختلف عن الآخر وكلنا نحتاج نظام غذائي يتماشى مع نمط حياتنا فأراد أقول سويتوا تحاليل وشفتوا إن في أي بدايات لأي شيء أي شيء مرتفع قبل لا يعني ننقذ نقول لا أنا ما بطبي أدوية أول شيء نشوف أخصائي التغذية نشوف شو بيصف لنا كيف بيعدل أكلنا اليومي فمثل ماك تقول اعتمدوا على أخصائي التغذية واحد لأن أول زيارة بيسألكم عن كل نمط حياتكم كيف نمط حياتكم نمط نومكم شو الأغذية اللي تحبونها شو الأكل اللي ما تحبونها لأن أكيد في هناك مجموعة غذائية أنتم ما تحكلونها المواعيد نومكم قد تختلف نشاطكم البدني يختلف يعني اللي مارس رياضك اليوم غير الماي مارس رياضة غير الشغلة مكتبي غير الشغلة في وكفة فتكون مثل ما يقولون الزيارة الأولى الأخصائي التغذية عبارة عن تقييم لحياتك لنظام حياتك وبعد هذه بدي أعطيك النظام الغذائي فلما تواضب مع نفس أخصائي التغذية خلاص وعارفت النمط حياتك وأكلك اللي تحبه وكيف تحب وجباتك تكون وغيرة 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 فيكون عليه من السهل إنه يعدلك في نمط حياتك أو في وجباتك في حالة سمحة وصد بأي مرض غير لما تروح وإنت مريضين أنت عندك سكر مش منتظم كولستروليك جدا عالي ابتدوا مع أخصائي التغذية من قبل إحنا رح نطلع إن شاء الله أحين فاصل بعد الفاصل رح يكون عندنا مرض الدكتورة فاطمة خليفة أخصائي أول قسم الأمراض الجلدية في هيئة الصحبة البي بتكلمنا عن مرض الصدفية إذا عندكم أي سؤال تواصلوا معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وخونا عبد الرحمن الحصائي يصبح علينا وعليكم بالخير صباح كله بالخير أخونا عبد الرحمن شكرا للتواصل الدائم نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 ببنا نتكلم قبل الفاصل عن كيف التغذية ببنا حين ما شاء الله الجو بدأ يتغير يعني فيه شوي برودة واللي هالله يحفظون وقت تلاقون كحون تكرون في بلغم دا مع صدرهم فأنا أنصح كل الأمهات بأفضل وصفة للأطفال الله يخليكم الأطفال يعني ممكن في السنين مرضون 6-7 مرات ييمز جام جام عادي يعني ما في حرارة بس الله ما شوي كحة خفيفة وشويها شوية بلغم هذا اللي يزعجهم أفضل وصفة للي هال أنا عيالي ما أعطيهم أدوية أتبع شربة الدياي والله يا أمهات سوهم شربة الدياي فوروا شوي دياي مع العظمانة وعطهم شربة الدياي الرائقة ممتازة هذا من إحنا صغار أمهاتنا يقولون ترى أفضل شي للكحة وإذا هو بلغم عن صدر هو شربة الدياي نسويها في البيت وطبعا ماء اللبان العربي هذا معروف هذا من إن كنا صغار نشربها عشان كحة يساعد أن يهدي الصدر شوية فالأشيال نسويها في البيت لأمهاتنا اللي يحفظهم كان يسوينا إياها وايد زينة حق عيانه خصوصا مع تغير الجو الحين وفقية التربع ليهال أصلا ينكح كحون فإذا ولدت بخير ما في حرارة بس لهم مجرد شوية كحة وشويتها هالبلغم سوي لها الطريقة وإن شاء الله ما عليهم من شر ونروح الحين لفقرتنا الثالثة عن المرض الصدفية وطبعا المرض الصدفية أحد الأمراض الجلبية المزعجة والمقلقة الشائعة هو طبعا مقلق لأنه مظهر أحيانا يكون المريض شوية ما يكون نطيف فتلاقي المرض دائما يعني زعلام من موضوع المرض الصدفية لما يكون واضح للناس وهو مرض طبعا مزمن ويتطلب وقتا طويلا للعلاج لكن في كل الأحوال فإن العالم طبعا يشهد تطور هائل في المجال الطبي في التشخيص وفي العلاج وهناك كل يوم جديد على مستوى مختلف الأمراض في علاج الأمراض تشخيص الأمراض كل يوم في شيدين وفي هذه الفقرة المخصصة لمرض الصدفية سنتعرف سويا على طبيعة المرض والجديد من العلاجان وما إذا كانت هناك سبل للوقايمة الصدفية مع تطور العلم كل شي ممكن ممكن حتى قبل بعد كمان سنة يقولك والله في طرق تقلي نفسك من يصاب بأي مرض يصرنا الحديث عن هذا الموضوع أن تكون معنا الدكتورة فاطمة خليفة أخصائي أول قسم الأمراض الجلدية بهيئة الصحة بالبي صباحة شوار دكتورة فاطمة أهلا صباح النوم أهلا فيك صحة وسعادة أهلا أهلا حبيبتي أنا فيدي أول شي نعرف المستمعين نبدأ عن مرض الصدفية ما هو مرض الصدفية ما هو أسبابه وخلي الوقاية منها بنخلي آخر شي ننتعرف أو شي ما هو كيف أعراضه وما هي أسبابه أوكي مرض الصدفية مثل ما حضرت تفضلتي هو مرض جلدي شاع مزمن غير معدي هاي وايد مهمة غير معدي لأن الواحد ساعات يوم يشوفه واحد يدي يمقشرة يتحررانه خلاص معدي وخافي يسلم حتى عليه هو غير معدي يصيب الجلد والأظافر وممكن يصيب المفاصل وعادة أن تكون فيه قشرة سميكة مائلة للون الفضي عشان شي تسموه الصدفية هاي الحال ليش تنتج تنتج نتيجة تسرعة نموم طبقة الجلد بشكل أسرع مقارنة بالأشخاص الطبيعيين يعني مثلا الأشخاص الطبيعيين خلاياهم يتم استبدالها مثلا كل 10 إلى 30 يوم الناس اللي فيهم الصدفية يتمو خلاياهم كل حلاق إلى 4 أيام تلاقينا تتجد عشان شي كلها تتراكم وتسوي لنا هاي الطبقات القشرية على البشرة نزيل أكثر الأماكن التي تصاب عادة ممكن تكون فروة الرأس منطقة الركب الأكواع وأسفل الظهر وهذا المرض بين فترات يعني تلاقينا دوم متفاوت يعني أحيانا يزيد وأحيانا يخف لكن لا يختفي تماما نزيل هذا المرض يأثر على حوالي تقريبا 2 إلى 400 من سكان العالم الرجال والنساء يتأثرون سواسية بنفس النسب وممكن يبتدي في أي عمر سوري لكن عادة يبتدي في مرحلة البلوغ نشوفهم أكثر الحالات مرحلة البلوغ والصدفية طبعا تعرفين هي ترطبط الخطر التي هدوا مفاصل الصدفية ومع ذلك القلب وداء الكورون والاكتئاب أيضا ممتاز يعني هاي نبذة عن الصدفية نبذة هذه نبذة جميلة جدا أعتقد المستمعين كونوا فكرة حين عن مرض الصدفية نتكلم ما هو الجديد في علاجات المرض وهل العلاجات مجدية بالفعل ولا بس تخفي الأعراض طبعا فيه جديد في علاج الصدفية أكيد وهو يعتمد على نوعية الصدفية وشو اللي طالع مثلا في المريض عن نحن أنواع من الصدفية عن نواد أنواع صدفية اللوحية وقطروية وفروة الرأس فيه أن في الثانيات الأظافر في البترية في المحمرة لليلد فيه أن صدفية المفاصل فالعلاجات عادة نبتدي بها الأشياء الموضعية مثلا إذا كان واحد عنده صدفية خفيفة فقط في الجلد نعطيه كريمات يعني ممكن الكريمات اللي فيها الترطيب فيها الكورتيزون أو الكريمات اللي فيها الفيتامين D لكن إذا زادت الصدفية مثلا وخذت مناطق أكبر في الجسم ساعتها أو حتى مثل مفاصل هاكي الساعة نلجأ إلى الحبوب عن طريق الفم اللي هي هاي يعني حبوب وأخر شي طبعا إذا كان مثلا الصدفية حدتها زادة في الجسم أو مثلا الشخص ما يقدر يأخذها للحبوب لأن تدرين لها آثار جانبية فننقل إلى العلاج الأخير هذا اللي هو العلاج بالإبر البيولوجية وطبعا هذا أحدث علاج وجدا ممتاز وتقريبا معظم الحالات يتحسنون عليه أنت ذكرت الإبر البيولوجية شو مكونات هذه الإبر وكيف تعمل على علاج الصدفية إنذين هي الصدفية لأن هي أطلا مرض مناعي فسبب يكون فيه خلل في المناعة وبعد الوراثة العبدون فهذا الخلل اللي في المناعة هو اللي يسوي يؤدي إلى تقاثر الخلايا ويسوي للصدفية فبالتالي حين اكتشفوا العلماء أنه في بعض الأدوية اللي هي هذه الإبر البيولوجية هاي تؤثر على المناعة تعدل من هذه التغيرات أو الخلل اللي صاير في المناعة تعدل بشكل أنه تحب تدرين تخفف تكاثر الخلايا الشديد هذا السريع تخففه بالتالي تخفف من عراض الصدفية وأيضا تخفف بعض من الصدفية اللي تصيب المفاصل لأن صدفية المفاصل إذا أثرت على المفاصل الأتف أعترى هيكون غير رجعي يعني خلاص المفاصل تخترب تعرفين الواحد يفقد المرونة في المفاصل نعم تتيبس عنده سوش شوار يعني مثلا في الأصابع لكن هاي الأبر إذا الواحد خذها في الوقت المناسب قبل قبل لا تتأثر المفاصل فهذا شي يحميه من الآثار تلبيه للصدفية على المفاصل فهي جدا جدا نافعة ما شاء الله يعني صراحة اللي كتشفها رائع أو تشوفون هناك يعني الحالات لتوصلكم في مركز الجلدية هل تشوفون يعني التأثير على المرضى خلال كم يكون من استخدام الأبر تتأثى تأثير الأدوية على المريض يعني يتغير من الشخص للشخص مشكلة المرضى يتحسنون في نفس الوقت وأيضا يختلف من دول دول مثلا فيه الأدوية الباولوجية أكثر من نوع فيه اللي ياخدونه كل أسبوعين فيه اللي ياخدونه كل شهر كل ياخدونه كل ثلاثة شهور فعلى هالأساس بس إحنا عادة يعني ممكن أقول لك أنه تقريبا في ثلاثة شهور الأولى نشوف نتيجة جدا مرضية للمريض يعني إذا ما أخذ كله حتى المريض يكون مرتاح أنه بدأ يشوف نتائج إيجابية في المرضى اللي عنده ممتاز حثينا دكتورة عن نوعية الحالات اللي تصل لقسم الأمراض الجلدية الصدفية وبشكل عام نحن نعمل في مركز الجلدية طبعا نشوف حالات كثيرة منها الصدفية والإكزيمة سقط الشعر حب الشباب البهاق الممكن أقول جاء مثلا هذا نسمي الأوكير شعريات اللي هي فقدان الشعر مثعلبة نعم نعم وغايد أمراضي نشوفها الحمد لله توجد علاجات للمعظم هذه الأمراض الحمد لله رب العالمي بالنسبة للصدفية عندنا مثل ما خبرتك يعني نحن تلنا حالات بسيطة ما تحتاج تاخذ الأشياء اللي ذكرناها آخر شي بس وجرد كريمات ويتحسنون عليها ما شاء الله ويتمون ثابتين عليها يعني مثلا تلنا المريضة خلاص يعني خلاص ظننا الحمد لله هي تاخذ الأدوية والمرض أمسوي عليه كنترول تعرفين لأن هي الصدفية ليس لها علاج جذري يعني هي ما تختفي يعني مثلا اعطينا العلاج ووقفت عنه لا لازم يتمع العلاجات صحيح هي نعم وإذا كانت الحالات الشديدة طبعا عندنا مثل عندنا مثل ما تابلت السعلبة السعلبة الكاملة هذه لها علاج بيولوجي أيضا فضفية لها علاجات بيولوجية عندنا الإكزيمة الشديدة بعد عندنا لها علاجات بيولوجية عارفين ما شاء الله الطب تطور فمعظم الحالات لي جدا كانت قبل ومستعصي علينا حاليا موجودة لها العلاجات موجودة هنا في المركز ممتاز احنا عندنا مداخلة من الأخ سعيد اتوقع يبيسأل عن الصدفية أو الجلدية الأخ سعيد صباح الخير خير النور السلام عليكم جميعا عليكم السلام هلا فيك وعلى مستمعيكم الله سلمت أنا تيني حساسية كل سنتين مرة كل سنة مرتين تروح كامل مرة بول وتم يلدي يعني ما تقولين نعم أملس ماشي ما كانت فيه ما دللي شو من يعني التغير يعني شو من تروح من الأكل دواء شعبي ما دللي يا والله ما حق يعني لأن قدتني قبل تقريبا يعني قولي كم شهر وراحت عني وردت مرة ذاني قبل شهرين حين لازالت فيه التبانة والصيم ذين والذراح وراح ممكن توصف لها حوال يعني حوال بطن الأخ سعيد الدكتورة تقولك إذا ممكن توصف لها شكل الحساسيات يطلع لك تعافه يعتمد على الشكل هل هم حبوب صديرة هل هو حمرار فقط ولا كيف شكله كل الأنواع في حمرار وفي مثل ما تقولين حتى يعني آخر مرة هاي لقيتني بالظهر قامت شو سوي مثل شو يا ربي مثل فتيلة يعني الحب تحسن فتيلة يوم أجلها تطلع فتيلة بيعها يعني مثل خير مثل خير تطلع بيعها مثل خير تطلع وفي منها مثل ما تقولين آآ يعني انتون سمون أظن فضرية مثل الظهر اللي حمسة وشي يعني يعني بشور تكون يعني على الظهار مثل بشور لا ما في الظهار هاي تكون آآ في الريل زين وفي مكان مثلا جفاف وفي مثلا آآ حج تروح بالماء الحار ماذا ما يحاول حتى مثلا ما تقولين إذا يجي في مكان ثاني في جسمي يعني حسب أن خلاص محروق أوكي هي تطلع لك مثل التورمات ولا تطلع لك آماكن علي تحجك ولا تطلع لك آماكن عليها كشور كل الانواع آآ تقل فيها انزين خزين عقب تختفي مولية ممتاز حتى بها ماكن تسوي ندع تندي تندي أوكي هي زين وعقب استخطفي مولية سنة كم شهر وترد ساعة سنتين ثلاث أربع عام من 2010 بدت في هل سويت أخوي سعيد في حوصات أكل في حوصات حساسية في العيادات عشان تشو سويت مرة في أمريكا يظن هي ما ما قصب عليها إن شاء أراجع يا الصباح قالوا لي أطلني 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 حبوب زرق صباح هي حبوب الحساسية هذه هي الحبوب خلص بس جسمة وهذه بعد حساسية لا راح إن شاء إحنا نتناقش مع الدكتورة إن شاء تم سمعنا وإن شاء تحصل الجواب وإلف سلام عليك قل لك ألوا أقول لك إن شاء الله ما مهمك وساعة تروح بروحها ماذا شمن من خلي إن شاء إن شاء من خلي دكتورة عاشت تعطيك موعد إن شاء في مركز الجلدية يشوفونك شكرا لك العافية دكتورة عاشت مثل ما قال الأخ سعيد وإعتقد هذه شكوى يعني خلي نقول متكررة عن بعض الناس إن الحساسية تطلع بين فترة وفترة أنتو بالعادة لما حد يشتكي من حساسية تطلع فجأة وتروح روحها بين فترة وفترة شو التحاليب العادة تطلبونها من المريض أنه يسويها قبل لا يتشوف أخصائي الجلدية هي أهم شي نحن عندنا الجلدية لازم نشوف يعني مجرد الواحد يصفلنا بالكلام مثل ما قال الأخ يوسف شوية ضيعين في التشخيص يعني ما توصلين إلى الحل أفضل شي لازم نشوف التحاليل اللي يطلبون مثلا طباء الأسرة ممكن تعرفين يطلبون تحليل مثل الكرات البيضة مثلا إذا كان زايد مثلا ممكن يكون عند التهاب يعني أشياء عامة ولكن نحن يوم نشوف نقدر نحدد بالرق أي تحليل يحتاج هو على حسب وصفة أنه طلعت لما نكلم الأشياء وتختفي تماما عقب ترجع لمرة أو مرتين في السنة طبعا عطوا حب الزرق معناها عطينا أنتي هستامين اللي هي مضادة للهستامين وطالما ما أعطوه كريمات ولا أي شيء معناها أغلب الاحتمالات أنه تشخيص كان أرتكارية الأرتكارية بالفعل ممكن تحصل مع المواسم يعني مثلا في ناس يتحسسون تطلع لهم زيادة في الشتاء في ناس تكون مرتبطة بالأكل معين تعفين يعني هاي فيه شيء فيه شيء في الجسم يخليه يفرز منتة الهستامين وعلى أساس تستوي الحساسية تطلع لأول طفع الجلدي هذا طبعا علاجة بالأنت الهستامين لأننا نخفف نسبة الهستامين لأننا نفرد ولازم نعرف السبب يعني إذا عرفنا الأسباب وخلينا المريض يتحاشاها خلاص الحمد لله لمعظم الحالات خلال ست أسابيع إذا عرفنا الأسباب خلاص تخوز عن المترد لكن إذا استمر المرأة تزيادة تتحول إلى مزمنة هكا الساعة يتم المريض ياخذ هذه الحبوب كل ما يسه ياخذ الحبوب والحين فيه طبعا على حسب حدة المرض مثل ما توا ذكرت أنه فيه عدنا عبر بيولوجي حق معظم الأمراض حتى الأرتكارية حاليا عدنا برة الزولير يعطونا للناس اللي عندهم الأرتكارية المزمنة اللي ما تتحسن مع حبوب الحساسية فأنا أنا أفضل أن أخي يحضر لنا العيادة وتشوفها وعلى أساس إن شاء الله نحدد لبضاق شو تشخيصه وعلى أساس نحدد العلاج المناسب له إن شاء الله أنا بطريت إن شاء الله رقم الأخ سعيد عشان إن شاء الله ترتبون لموعد في عيادة الجلدية في دبي لأنه حسب ما قالت يتابع عيادة الصفة فأتوقع يمكن ما أعطينا تحويله على الجلدية عشان إن شاء الله تكون الحساسية بنفسكم وتقررون العلاج المناسب له إن شاء الله أنا شكرا لك أستاذة الدكتورة فاطمة خليفة أخصائي أول قسم الأمراض الجلدية فيات الصحة بتبعي مداخلتك معنا اليوم في عندنا مداخلة علي ما علي بنخليتك معنا اليوم شوية فترة أطول دكتورة فاطمة الموضوع شيء عادي بناخده علي بيتكلم اعتقد عن حساسية الغبار بناخده موم في مشكلة بمن الدكتورة فاطمة معنا نستبيت بعه من خبرته أستاذ علي صباح الخير صباح النور ابنتي حياك مالله كيف حالك الله يحيي حياك الله تفضل الدكتورة فاطمة تسمع مرحبتين دكتورة صباح الخير صباح النور أهلا الله السلام دكتورة موضوع عمري موضوع الحساسية هل لها علاج أو ما لها علاج مثلا أي نوع من الحساسية اللي عندك أنا يا ابنتي طال عملت عندي من الغبار عندي من الأسماك عندي من يعني الحشائش هذه اللي هي نسميها الصيق هذه وأشياء كثيرة كثيرة الأكلات ما دم الصوص صوص والعجبان والحمد لله على كل حال أنا عندي طال عمرت يعطوني هذه الإبرة هذه اللي هي تنظرب في الورج هذه أوكي بدأت يعني علاج أنت الحمد الله لا أنا عطوني طال عمرت عطوني ذاك اليوم المستشفى وعطوني طال عمرت الدواء قالوا تشتري أنت روحك اللي هو عبارة عن رذاذ الغبار نفس البخاخ بس ما ما قدرت أستحمله يعني إذا في شي بديل أو في علاج لموضوع الحساسية نبغي بس حق بس يفيدنا يا بنت نتعبنا من الحساسية وكل ما أروح مكان يقول لي هلا ما أشي علاج للحساسية غير المهدئات للحبوب أو الإبرة هذه إذا الله لا قال صارت عندك زيادة أو صار عندك أخي علي أنت بالضبط شو اللي يطلع لك يعني شو أختنق أختنق بنتي يسوي عنك صعوبة في التنفس أبويا صح عندي البلعوم يضيق والنفس يضيق وينقص الاكسجين ورعشة حتى السيارة يعني اللي هي مش نظيفة لازم يعني الفراش عندي وتربرو في السيارة تكون نظيفة الملابس الصابون بعد حين حتى وصلك لمرحلة لأني أسباح بصابون ترمت بالمال الأطفال عشان ما يهيج الحساسية احنا شو بنسوي احنا بنخلي حد من قسم الحساسية في المستشفى دبي يطلع معانا ان شاء الله في برنامج صحة وسعادة عشان يعطينا أكثر بخصص الموضوع لأن الموضوع يخص أكثر المناعة من الجلدية ان شاء الله فما يهمك بنتناقش موضوع ان شاء الله بشكل مفصل ان شاء الله ما يهمك عند الدكتورة اللي هي دكتورة سالي وتعالى عند المستشفى راشد عند الدكتور عمار على ما أعتقد شيء يجري يسمع لفترة يعني بس من يانا كرونج وي ما قمنا نخاف ما نسير لا لا ما يهمك المستشفيات عندنا كلها ماخدين إجراءات احترازية كاملة وإحنا ان شاء الله مثل ما قلت لك بنناقش الموضوع في صحة وسعادة ومنخلي ان شاء الله عقوب هذا تقدر تابع معهم ان شاء الله في المستشفى شكرا لتواصلك معنا شكرا الله يديكم خير دكتورة فاطمة عندنا آخر مداخلة من خالد عشان عندنا مداخلة أخوي خالد عشان ما خلي تريع الخط بخصوص مسامير القدم أتوقع لخ خالد تفضل هلا أخوي تفضل دكتورة تسمعك دكتورة مسامير لحم بأسفر رجلي صال لهم فترة طويلة عملت لهم عمل جراحي وشين ترد رجل مسامير القدم الجلدية تتابع في عيادات الجلدية ولا بعدك ما رح والله آخر مرة حكيكي من فترة رحت على من سوريا مش ستة شهور أنا كنت بسوريا وراحت عال دكتور ما عطوني شي لاج عطوني عبارة عن كريم بس ما عم بس تفيد من شي حتى عم حس خشونة بصير خشونة بأسفر رجلي المصمار اللحم اللي بأسفر رجلي بطلع نصف الدرع لما يكبر عم بداييني بالمشي عم تحس حالك عم تمشي حطن هيك من الضفة يعني تحلي حليها عم صورة قدم مهرت الشي ما افتلى ولا حل ولا علاج يعني سويت أشعة خالد سويت أشعة رحت أكثر من دكتور بس ما حد طلب من أشعة اوكي انا شلت بعملي جراحية شلت من أساسة رد بطلعك ان شاء الله تسمع الجواب أخي خالد من الدكتور فاطمة أقولك بالنسبة لألي ألي شكله مو عند هذا أكزيما ولا أرتكاري أظن هو عند أنجيو أديمة أو مشكلة لازم يتابع معها دكاترة الصدر تنفس بالنسبة الخالد مثامير اللحم طبعا هاي اللي في القدم استوي نتيجة يا أنه مثلا يكون عندهم مثل نتوء في العظم من تحت في مثل زيادة في العظم يكون عادة في مراكز الضغ في الجسم أو مراكز اللي وزن الجسم كل يرتكز عليها الجسم عساط البشرة عشان تحمي نفسة تكون جلد تتكاثر وتسوي جلد ميت على هالمكان رفضي عشان ما يتير رح فبالتالي عشان تستوي لنا ساعات مسامير اللحم أحيانا تستوي نتيجة مثلا الأحذية إذا كانت ضيقة أو إذا كانت باطن الحذاء إذا لم كان ناعم أحيانا بعد يسوي لنا خشون في السول الحذاء ممكن يسوي لنا نفس الشيء بعد يسوي المسامير اللحم علاجها طبعا نحن نشوف إذا كانت أول شيء سألت عن الشعاع أساس بسي نعرف إذا كان عنده هاي زوائد الأضمية ولا لا لأن إذا هاي موجودة هو مهما عالج بترجع لمرة ثانية فطبعا علاجها أن يحط مثلا التدريين يبيعون وتكرمين مثل الإنسول يسمون للقدم يحط داخل تكرمون جوتي عشان يعطي دعام ثانية نحن ممكن نعطيهم كريمات أو سائل يذوب الليلد الميت هم يعطوه شفرة لأن الشفرة ترجع اللحم مرة ثانية مثل مرة ثانية ساعات يكون زيادة فأفضل لو يتابعنا وممكن نعطي العلاج اللازم إن شاء الله نشاك لك دكتورة فاطمة خليفة خصائي أول قسم الأمراض الجلدية بيعت الصحبة المدخلت معان يوم خلينات خلينات ما شاء الله معانا كهذه الحلقة وايد شيقة ويسعدنا واد من المستمعي يتواصلون معانا شكرا لك دكتورة فاطمة نهار سعيد شكرا الله يسلم تمشكورين مع السلامة مع السلامة وصلنا نهاية الحلقة حتى خذت شوية أكثر نتمنى لكم باقي نهار سعيد إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله بإذن الأثنين القادم وأقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة